قدش اليوم الويت هو الكات المشفي بين الهار لحد ذكاليش لونك اليوم 4 ماي 1 ماي اتاب مهمة برشة بالنسبة للشغالين في العالم الكل كيف شوفت 1 ماي في تونس حمدي والله يبن هو كل عدد يقع تكريم مؤسسات وتكريم عمال علي كنت نتمنى انه تكون فما امبلور اقوى من هكا وانه تكريم انه تعداو من الكلاسيكيات متاع اطلع على البوديو ومخودش هذا واغبط لو انه نطوروا شوية من الاداة وتولي فما على القل كل مؤسسة تاخد حتى دقيقتين تحكي علاش هل استحقاق هذا معناها شنو اللي عندها لانه لفالور دو لجزمبل اللي امبرطان معنا انه انسان يتكرم ولا مؤسسة تتكرم انه تعطي على القل شحنة للمؤسسات الاخرى وتتسمع كيف كيف في العادة ولا المعقول انه عيد شغل باش تكون فيه قرارات مش معناها اعلانات ولا اعلان نواية ولا غير وتكون فما قرارات اللي تخص بالحياة اليومية للمؤسسات واللعمال اليوم انا عارفه في تونس اللي مازلت عنا برشة اشكالية تعالقه حندك تومت على البطالة اللي قاعد يطلع شنو باش نعملو فيه شفما اجراءات سواء اجراءات من عند المؤسسات ولا اجراءات من عند الحكومة ولا حوافز ولا غيره معنا نتصور إلي وزارة سول السماعية وزارة التكوين والتشغيل احنا عندهم برامج معنا كايو نجمو اللي متأكد لي عندهم برامج انو انا خستانو زير شون السماعية السيمالك ازاي معنا قابلته وحكيت معاه وكالكان ونعرف اللي فما مشاريع وفما حاجات ومو كنا نجمو نبرتازيوم اليوم معنا اشكالية كبيرة في السميك في تونس معنا النسل كل ما تلقاش حتى واحد اللي حكومة بيدها الحكومة بيدها تقول لك اللي سميك طايح معناها ما اكثرش من هذا نجم تكون فما اجراء مهم لسميك خستان انو السميك رو مربوطة به بريس حاجات رو معنا الناس ماشي بيالهم السميك يونيك موكا زدنا 40 ولا 50 ولا 70 دينار في السميك لا لا رو السميك اولا يمس ملف مهم وحارق والتوى الناس كل قاعد يتحرك عليه اللي هو التقاعد معناها اذك الاشكاليات واحنا عملنا توتن بلاتو هوني ونورنا رأي العام وكنا محايدين وعطينا شنو الاشكال وشنو قوتو البرامج تقاعد اليوم شنو قوتو مجنوني خاتل ضعف انتحهم بانك اليوم يمس التقاعد بصفة مباشرة يمس زادة حاجة اخر مهمة باشا التكوين في المؤسسات تو المونت سي كلا تيف بي ستون تاكس تخلصها وقت لما تعملش تكوين الاريستورن اللي يكالكولي بالرفيرانس اسميك اليوم اللي كود لفورمسيون قاعدين يطلعوا ايه لطو دوريستورن صافي دي زانيما اينا بابوجي اخر زيادة سارت في سميك سارت تظل عام 22 ولا قبل ودمنطن ما وش حاجة كبيرة مقابلة لغلاء المعيشة اشكاليات كبيرة اخرى اليوم زادة الكنام مشاكل كبيرة في الكنام معنا اسأل الناس اللي تتعامل مع الكنام سواء في اللي تو سواء زادة بو سيفريكو لو زير الانانونسيكو رفعوا في برشة سقف متاع استرجاع مصاريف لكن فما قلون لانتور كبيرة برشة اينا حمادي ربما نحب ان نركز على حاجة قلت انتي من لور قلتوا انه هاليوم هدايا غمزي اللي عنده غمزية كبيرة معناها ما شوفناش تكاثف متاع جهود متاع ربما سلوطات الكل مع بعضها الاتحاد فرحان بالبنية متاع جديدة و 27 مليار دي وانا عرش الكوميليكيشون متاحهم لحقيقة فمني وقتو مشتعمل انتي 27 مليارد و فمني لك عندك العمال متاعك اليوم في وضعي دونك لأسباب الاتحاد متاع متاع الاتحاد سي كم سي اوجوردو معنا ولينك في كل جوش كافيار معنا كالكبار فمني ما يسمى بالجوش كافيار 28 مليارد و زيناها وعملناها لك عندك حقوق متاع عمال اليوم كمpletمون اكوتي رئيس الجمهورية من كارثة وزوز اللي منعونا من كارثة اللي كانت بش تصير في رادس في السنترال بحضة السنترال البتروليار افكتما دونك الوين فم دع المحروقات مبادرة شخصية معناها فردية رمزية زحيح رئيس جمهورية يتنقل ويمشي قابلهم يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة زادهوما اللي عالشاي اللي عاملوه مر معناها سيلاسس دمر متعلوت tika ما فم مشاي زاده كيف 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 وليوم كما كنت أنت عان سميق مزري عان توت شوماج قاطع عان compétitivité متعلن زعب على اللخ عان والن والأم 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 اليوم هال هالرمزية متعلق كيمة الشورية شكون دفع لها شكون يهز شكون ادز شكون ربما يحاول أنه يوري أنه ريالما الشغل هذك هو لنجم يقدم البلاد هذية واختري أن تتلقى أنه الساهرين عليها كل واحد يغني على جناحه معناه أحنا لشكاليالت اللي كنا نحكي فيهم طوى خير دليل على نوع من أنواع التمزق ما بين العلاقات الاجتماعية السلطة سيد رئيس جمهورية والغيرو عندهم برامجهم الاتحاد عنده برامجه نتصور ماذا نحكيو عليه معنى تصور معنى صفي ديزاني ليهونا بلو دو تيكا بصراحة مفاميش هلس المواسطة تقول لك ما عنديش معنى يمكن نشوفه في نكونيكت ولا غيرو قاعد يونش تويتحرك أكثر منه رمزياً لو تيكا وكتشوف أنت منظمة العمل الدولية بالنسبة لهي عنده لو تيكا و لو جي تي تي الو جي تي تي أنونس متاع البناية تكلفت ما تكلفتش وأنا رأي الخاص أن البناية قيلة للسقوط معنى كنا نجمه نفرحه لو كان هبطت على رأس واحد قتلته نون كانت نجم بشت بدلوا فهمها رمزياً معين أنونسيه لو شيفر ونوبال أنونسيه كانت صورة حاجة زيادة ما حقاش تعملت فهمني لكن العلاقات الاجتماعية ما بين أطراف الانتاج و جي تي تي و تي كا والسلطة اليوم ما محتش موجودة يا خذي كلنا قاعدين نشوفوا فيه معنى كل واحد يمشي واحد الرئيس أنه يزور ناس بالأهمية هذه اللي أنقذوا البلاد من كارثة حاجة مستحبه برشه وبهيه برشه ما يمكن ما كانت نجم تكون عيد الشغل لكن فهمها رمزية لا 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 مثالش لحظة عمد لا لا امشي على روحك ولا تنجم تجيبهم للقسار ولا لي هو مايانا personalment أنه رئيس الجمهورية يخرج للتوازل كل وبمناسبة عيد الشغل يعمل اندي سكور يقول فيها الناس الكل يزمة تثني ركبة والناس الكل يزمة تخدم على رواحة فهمني ويزمها الناس الكل فهمني معناها تبدأ تبدأ تخدم على البلاد هذا شنش نستنى مرحبا هذا ش قلنا يانيس قلنا تكون فمى ينجم يكرم مريانا انبيش لوتر معناه تحب تكرم عباد وتجيبهم وذول العباد اللي تحرقت ولي تعاملت على المسلم من الفور واحد تتوفى لأخرين فهمني كيف يقولون ما يفمى بلاد وراك زادة فهمني احنا اللي قلناه طول يوم انه رمزية عيد الشغل كانت نجم تكون حاجة اقوى من هكا وتكون فمى قرارات فعلية لحل حالة من ناحية المناخ الاقتصادي والاجتماعي ومن ناحية اخرى زادة مش تحركوا شوي لأجور متاع العباد معناه اليوم اوكي نحكيو على زيادة في الشهرية صارت ستة في المئة هي مش ستة في المئة ستة في المئة في اللاجر الاساسي وكالكم ينحروا مش في سالة البروت معناها من يزم ناس تفهم اللي ماهيش متى تخلطش ستة ونصف في المئة تخل تقل به هذي اوكي حاجة به معناها اليوم عيد الشغل مع المجودات اللي اتعملت ولي هي تذكر فتشكر من جميع الاطراف فمني كنا نتمنى وحنا كميهنين انو تكون فمى قرارات اللي بستحركنا شوية مش مجرد اعلانات واضح شكرا لك حمادي شلوف برومو صغيرة ونرجعو بش ناخذو سيعاب العزيز السيفاوي رئيس تحالف شبكة الكفاءات التونسية بش نحكيو على مبادرة طيبة بش تصير في تولوز تري بروشان ما حول اهمية الاستثمار من قبل الدياس برامتنا في تونس راجعيني معكم صباح الخير تونس ابدأ صباحك ببرشة